شكرا لسماحة الشيخي ونفعل الله بعلمه وكذاء الله فيه الجلال وهررت إلينا 39 سؤالا إلى الآن نترك له سماحة الشيخي الإجابة على ما تسر منها أول هذه الأسئلة حسب وروده إلينا بسم الله الرحمن الرحيم إذا دخل الرجل المسجد قبل الغروب هل يتسنن أم لا إذا دخل إذا المسجد قبل هروب الشمس أو دخل المسجد قبل ونهى على الصلاة بعد العطه التدريب الشمس تواثت بهذا الأحاليها رسول الله عليه السلام ووجب على المسلمين الأخذوا بها وأن يقف على الصلاة بعد الصبح إلى أطلاء الشمس وبعد العصر إلى مريض الشمس لكن هناك صلوات لها أسباب ليست صلاة عادية بل لها أسباب أما الصلوات التي لس لها أسباب هذا محرم بحلها في أوقات النهي يكون يقول يصلي بذل سبب بعد العصر أو بعد الصبح قبل أرتاء الشمس هذا ممنوع أو عند قيام الشمس عند وقوفها قبل الزوال هذا ممنوع لكن هناك صلوات لها أسباب مثل طواب صلاة الطواب لطاق الكعبة بعد العصر أو بعد الصبح ومثل صلاة الكسوب لو كسبت الشمس بعد العصر ومثل صلاة جنازة بعد العصر بعد الصبح وبتحية المسجد لها المسجد بعد الصبح بعد العصر لها بعض العلم إلى أن لاحبلها تمنح فلا تفعل generality ولا أوقفها أسباب لا تفعلي أوقات النهي أخلا بالعموم التي سمعتم وقال آخرون من هذا العلم لا حرج في الصلاة ذات الأسباب لا حرج فيها أن تؤدى من طاة النهي إذا كان لها سنب في الصلاة التي سمعتم في صلاة الطواب الطواب سنب في كعبة في مكة الطواب بعد العصر هل يصلي؟ نعم الصلاة يصلي لأنها ذات أسباب ما صل لها هكذا من أنه سنب فالطواب فالطواب سنب وصلي ركعتين كذلك لو أن الإقصاد هو كسوب كذلك في حيث المسجد لذلك المسجد قبل أورو الخمس وصلي ركعتين المريض هذا هو الأفضل والأقوى والأصح لأن الرسول صلتين أمر بهذه الصلاة قال عليه الصلاة لا تمنعه أحدا يا عبد الناف لا تمنعه أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي تساعد يا أمن لي أمن آر خرجه الإمام الله أحمد أهل السلام بإثناء الصحيح وقال في الكسوب فإذا رأيكم ذلك فصلوا ودعوا ودعوا خذوا الشمس القمر ولم يقول إلا وفى النهي وكذلك إذا دخل المسجد قبل يدخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصنر كافيه وفجاء يصلي المغرب أو جاء يجلس في المسجد فلأ طلعي السلام يقرأ أو يستديع وعلى وضوء صنف لأنها لا أسباب أو يقول إلا كجنازة بعد العصر أو بعد الصوف يصنع عليها كما بالعمل لأنها تأخيرها ليه مشروع تعيينها مشروع أو لسانة توضى ليقرأ وضاء بعد العصر يتوجه للسجد أو ليقرأ القرآن ومن صحيح إلى الصحيح فالوضونا هو صلاة صلاةه من دوات الأسباب هذه الصلوات التي لكرنا يقال لها دوات الأسباب والصحيح فيها أنه لا بأس ببعليها وأنها مستهناء خارجة للعموم فلا بأس أن يصلي حيث مسجد بعد العصر هذا صحيح ولا بأس أن يصلي صلاة الطواهي لطاه بعد العصر أو صبت مكة ولا بأس أن تصلي صلاة قسوب لكسبة السنس بعد العصر هذا هو الصواب ولو تركها الحرب لو جلست مسجد ويصليها أو ما صل له قسوب أو طاه بعد العصر تأخير الصلاة لكن المبادرة بذلك وصلاة حيث مسجد وصلاة الطواهي وصلاة قسوب في وقفها من حيث رأى قسوب هذا هو الأفضل هذا هو الصواب وتكون أحد للنهي عام وهذه الصلاوات التي جاء بها العليل خاصة مستهداء وما الحق بهذلك صلاة الجماعة إذا باتت المسلم صلاة الجماعة إذا صلى جماعة ثم جاء إلى مكان لم يصلوا صلى معهم عن ملوات الأسلام فلصليت مع إخوانك في مسجد من مساجد العصر ثم ولهت إلى الدرس المسجد الآخر إلى الدرس أو لحاجة تريدها من شخص المسجد الآخر فدخت المسجد وإله وصنون فلصلي معه لا تقول أهل وقت العصر ما وصلي معه أو الفجر لا صل معه إذا صلى الله عليه وسلم أمر لدينا يجب يكون وقتا وقفوا فيه في الأمراء الصلاة أصلي الخاتل وقتها فإن أتبقتها معه وصلي معه فإنها لك ناجح ولا تقول صليت ولا تقول أصلي هذا يبدأ على أنه لا صلى في أي مسجد ثم جعل المسجد الآخر لحاجة ووجدهم صلون أعصر أو الفجر فإنه وصلي معهم ولا يقول صليت ولا أصلي وتقول أهل عمي هذه أيضا نوع الخامس من لوات الأسلام المستثناء من أحده النهي وصلاة أيضا الغرون والساجس والصواب بهذه المسائل أن لوات الأسباب يؤهر عنها ونبس أن تؤدى في أوقات النهي وأنها مستثناء من العموم لأرجح قوله العلماء نعم يعني بأن نسل المطفخ والممنوع خير وكذلك بعض الناس قد يشتبه عليه صلاة فكعتين بعد المغرب لنجالس قبل وجرون ثم أدل المؤذن فالأفضل يصلي ركاتين بعد الأدان فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحعلون الأدن بالك حين صعبه الله يا أهله في حدة هذه صحيحة رسول الله عليه وسلم بالصحابة كانت أدل المؤذن المغرب قاموا وصلوا ركاتين قبل الإقامة إن كانوا جالسون المسجد ينتبعون ثم أدل المؤذن فالأفضل والسنة أن загالسين يقومون بعد الأدان يصدر ركاتين فلتخبع على كثير من الناس ويظن أنها غير مشروعة ويظن عقبة بن عامل صحابي الجليل أمي لمصر لذلك فقال الناسنا كنا نقعلها في عهد مجلسة سلس فقال له السائل ما يمنع كذلك تقتل الشغل ويظن صحيح مسلم أن الناس رضي الله عنه أن الناس رضي الله عنهم إذا أزل مؤذنهم جارسون قاموا فأبد ركاتين قبل صلاة المستوى وهاكذا بقي الصلاوات أهد الأم أهدن في الظهر أو في العصر أو في العكاة وأن تجالس أو في الرجل وأنت جالس تقوم بسير من كل ذلك في الرجل قيد في الأ intensive وإن كنت أدية الرافع وصلك ركعتين يا نبي عيشان قال بَنَكُلْ لِي أَلَنِ صَلَاءَ وَنَكُلْ لِي أَلَنِ صَلَاءَ فَنَكُلْ لِي أَلَنِ صَلَاءَ نعم الزمع لا الزمع لا لا يجب يستمع لكن يدخل يخطو بصلك ركعتين ودخل من الخارج ولم يخطو بصلك ركعتين ولم يخطو بصلك ركعتين ولم يخطو بصلك ركعتين ولو أنه لمن يحبه لكن لا يطول به يجب وزء ذاتها وثم قليل يسمعه من قصيرة أضايا من الآيات في لأنه المحافين